أعنت الحكومة الفلسطينية حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وخاصة النسخة المتحورة منه وشملت الإجراءات تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف معدى طلاب الثانوية العامة وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة 12 يوما كما شمل القرار إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعلم عن بعد بالإضافة إلى فرض إغلاق تام يومي الجمعة والسب ومنع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا باقي أيام الأسبوع تمنع الحركة منعا باتا بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها مدينة القدس رابعا تمنع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا كما تغلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات خمسي يكون يومي الجمعة والسبت إغلاق تام ولا يسمح بالتنقل وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها ستي يتولى المحافظون إغلاق أي مدينة أو قرية أو مخيم إغلاقا داخليا حسب الضرورة